سيارة من دون مقود أو دواسة للوقود أو الفرامل أو حتى ناقل لسرعة خيال علمي كاد يصبح واقعا مع الجهد المتزايد للشركات المصنعة لتطوير سيارات إلكترونية ذاتية القيادة آخر المشاركين في هذا المجال شركة جوجل التي طرحت العام الماضي نموذجا أوليا لتعود هذا العام وتطرح نموذجا آخر بعد إدخال العديد من التعديلات عليه سيارة جوجل ستسير قريبا في شوارع كاليفورنيا بعد أن اجتازت مراحل متقدمة من الاختبارات التجريبية غير أن هذا لا يعني أن سيارة ستطرح قريبا في الأسواق إذ ما زال على الشركة إجراء الكثير من الاختبارات لكن انتقالها إلى الشوارع العامة يعني أنها اقتربت خطوة للأمام في التحول إلى منتج تجاري سيمكننا رؤية هذه السيارة تتحرك هنا وهناك وتسير بشكل طبيعي بين السيارات والدراجات والمشاة هذه النسخة من المركبة صنعت من الصفر لغرض القيادة الذاتية وبإمكانها القيادة والفرملة والتعرف على مخاطر الطريق دون تدخل بشري ولديها قدرات أكثر من النموذج الأول الذي قدمته جوجل في مايو الماضي ركوب السيارة بدون عجلة قيادة أو الدواسات تعطي شعورا مختلفا هي تجسد أفكارا مبدعة وجديدة لذلك مثير جدا أن تجربها جوجل حددت سرعتها القصوى خلال هذه المرحلة بحوالي 40 كيلو متر في الساعة وبحسب الشركة فقد تم اختبار هذا الجيل الأخير من السيارة لأكثر من مليون وستمائة ألف كيلو متر وتقول جوجل بأن السيارة ستساهم في تخفيض الحوادث بنسبة 94% وهي نسبة الحوادث التي تحدث بسبب الأخطاء البشرية قتيبة تركستاني العربية